السلام عليكم ورحمة الله المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتاقين الذين يؤمنون بالغيب ويكيمون الصلاة ومما رسكناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنسل إليك وما أنسل من قبلك وبالآخرة هم يوعنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم جشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخابعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا كيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تويانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربيحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ذلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعك حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصرهم كلما أضاء لهم مشوفي وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصرهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالْسَمَاءَ بِنَاءً وَأَنْسَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لِسَكَلَّكُمْ فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوا وَلَنْ تَفَعْلُوا فَاتَّكُوا الْنَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةَ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَمْ تَفَعْلُوا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كلَّمَا رُسِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرُطِ الرِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُسِقْنَا مِنْ كَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَّابِهَا ولهم فيها أزواج متهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكمتم أموتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فاستواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويستك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صدقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم ويب السماوات والأرض ويب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكنا انتو سوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان وعنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائي لذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنسلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل تكتموا الحق وأنتم تعلمون وأكيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون من ناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتون الكتاب فلا تعكلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يدنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائي لذكروا نعمتها التي أنعمت عليكم وأني فضلتم على العالمين واتقوا يوما لا تجسي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم واستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذا فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وقركنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذا قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم والسلوى كلوا من طيبات ما رسقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم ربدا ودخلوا الباب سجدا وكلوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنسيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي كيل لهم فأنسلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسحون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ثنت عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ كنتم يا موسى لم نصبر على طعم واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بكلها وكفائها وفومها وعدسها وباصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله واعتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هدوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التور خذوا ما آتيناكم بكوة وذكروا ما فيه لعلكم تتاقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاصرين ولقد علمتم الذين عدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا عردة خاصئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعيدا للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذناه سوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسعي الحر مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذا قتلتم نفسا فالدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضريبوه ببعضها كذلك يوحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعكلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجارة أو أشد قصوى وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريكم منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسلون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا ذنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عبد الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذت من الله عهدا فليخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق وبني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معردون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون ذماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريكم منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم العدوان وإن يأتوكم مسارات فاذوهما هو محرمون عليكم إخراجهما أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جساء من يفعل ذلك منكم اللاخزيون في الحياة الدنيا ويوم الكيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافلين عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح الحدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا قلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا منكم لاستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسه من يكفر بما أنسل الله بغيا أن ينسل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضبنا على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنسل الله قالوا نؤمن بما أنسل علينا ويكفرون بما وراءه وهو لحق مصدق لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينة ثم اتخذتم لجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التور خذوا ما آتيناكم بكوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجد أنه محرس الناس على حياه ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزيحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله وعلى كل بك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين ولقد أنسلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسعون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من إجد الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنسل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء والسوج وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أينا السلام عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتابد للكفر بالإيمان فقد لسواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعافوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير وأكيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا بلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت النصار وليست اليهد على شيء وهم يطلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن نظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآهرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بذيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوكنون إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أولئن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يردونه حق طلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أناعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تدسي نفسنا عن نفس شيئا ولا يحبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيتين الطائفين وإسماعيل أن تهرى بيتين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورسق أهله من الثمرات من آمن منهم أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أدطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسقنا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويسكيهم إنك أنت العسيس الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسا ونا قد اصطفينه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم تل رب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذا قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قول بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أمسل إلينا وما أمسل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصبات وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرع بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبوة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قولتوا حاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصبات وكانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله